ستة أمه تسنيم بتقول إن إحنا كلمنا عن قطيعة الرحم وإن ليها أخت الأخت دي مقطعاها من فترة وبعدين بعتت لها هي رسالة عبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي هي ما ردتش عليها بقولها في مشكلة كانت موجودة قالت لم توجد مشكلة بيني وبينها لكن الدم بيحنن عايزة أسأل عليها جميل التواصل من حين لآخر لك فيه أجر وتواب إن أنا نيتي صلة رحي ونيتي أوصل من قطعني زي ما نيتي أعطي من حرمني ده السعي نحو الكمالات الأخلاقية والنبي عليه الصلاة والسلام جعل خلاصة رسالته إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق في رواية أخرى فده اللي إحنا عايزين نسعى إليه وهذه الكمالات الأخلاقية تسعى بالإنسان المؤمن إلى تلقي الأنوار ولأنه يستقيم عليها ويجعل الله له نور يمشي فيه يضيء للإنسان حياة لأن حرصي مش إرضاء خلق حرصي إرضاء الخالق سبحانه وتعالى وإحنا بنعمل ربنا سبحانه وتعالى طب أنا بوصلها وأرسل لها بالرسائل أو أرسل لها بالهدايا أو أن أنا بحاول أوصلها عشان أقول لها لازم ندوب الجفاء ده نزيل هذا الجفاء اللي ما بنا وهي بتقطع هي بتقطع لازم بعليه والسؤال من حين لآخر استمري عليك ما أنت وربنا يصلح الأحوال وندعو الله تعالى بصلاح الأحوال أنا عارفة أن الوقت خلاص طيب نسأل الله السلام ومتسنين فاضل الله سؤالين إن شاء الله بس متسنين سريعا كده هقولك يا متسنين خليكي بحكمتك كده مع الزوج قولي له سيب الموضوع ده طالما أنت قابلة بإن خدمة حماتك قولي له يسيب لي الأمر ده أنا حرتبه مع حماتي وأنا حطيب خطرها بس عشان أنا بصهر مع البن أنت تروح تقول لها كلمة إن دولي حماتي أنا أول مصحى منهم حنزلك طالما أنت اتفقتوا أنتوا لتنين على كده وانت مش ممنع في هذا الأمر وسأل الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري فيسأل الله يسأل الإنسان ربه تيسير أموره يا صاحبة السؤال ونستمر في ودة هذا الأخ ونعمله بالحسنة ونسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية